طبعا هذه هي العملية الانتخابية مختلفة عن بقية العمليات في تاريخ العراق هذه أول مرة العراقي انتخاب انتخاب مبكر بعد ضغوط جماهيرية وضغوط شعبية ودولية أيضا لتغيير النظام السياسي الموجود في العراق هذه المسألة تحسب إيجابيا للعملية الديمقراطية في العراق إن اعتبرناها عملية ديمقراطية كاملة نعم الانتخابات هو وجه من أوجه الديمقراطية ليس كل الديمقراطية لأن للأسف مسألة روح الديمقراطية مغيبة اليوم في العراق ولكن هذه نستطيع أن نعتبرها خطوة أولى لتصحيح بعض المسارات التي نتمناها ولكن بوجود قنابل موقوطة هذه سنشهدها بعد العملية الانتخابية يعني قدامنا 48 ساعة تقريبا من كتابة السطر الأولى والنقطة الأولى من تاريخ فاصل في حياة العراق والعراق ولكن لنتحدث عن اليوم هذا السؤال يعني الحدث استثنائي نعم انتخابات مبكرة لأول مرة بعد 2003 لكن ماذا لو جاءت النتائج تكرارا لبقية الانتخابات التي كانت في موعدها كيف ستكون الصورة؟ نعم نعم دكتور هواني جاي أحكي لك بالشكليات التي شفناها اليوم اليوم عملية انسيابية لا توجد ضغوطات لا توجد تهديدات لا تفجيرات لا عمليات إرهابية كل هذه المسائل كانت مغيبة تماما وهذا ما بعث بالراحة في النفوس في نفوس المواطنين ولكن تصريحات ما قبل وما بعد الانتخابات مسألة استقواء طرف واحد مسألة الاعداد للاستقواء منذ قبل العملية الانتخابية دكتور زيد نتذكر أنه في التاريخ درسنا في مادة التاريخ أنه هتلر أتى إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع وبعدين اشتار بألمانيا وهتلر اشتوا بالعالم وبأوروبا تحديدا لذلك هذه هي المخاوف أولا مسألة الاستقواء باسم الأغلبية على بقية الأطراف السياسية هذا أيضا يعيدنا إلى عام 1979 عندما حصلت الثورة الإسلامية في إيران عندما كان وقود هذه الثورة المثقفين العلمانيين الشيوعيين الشعراء الكتاب الأدباء وبماذا وكيف انقلب الوضع بعد ذلك في إيران هذه مخاوف جادة من الممكن أن يراها المواطن العراقي هذا أولا ثانيا استحقاق ذوي شهداء تشرين هذه المسألة مغيبة تماما ما الذي حصل بعد تغيير الحكومة مظاهرات استمرت في بعض المحافظات العراقية هناك مغيبين هناك أشخاص ليهس ما كوا مصيرهم ما حد يعرف هل هم أحياء هل هم توفوا هناك أشخاص ما زالوا في المعتقلات هناك أشخاص حتى الآن جثثهم ما تسلمتها عوائلهم هذا بالإضافة إلى اختيال الشهيد هشام الهاشمي والعديد من النشطاء شكرا